السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحال يا جماعة الخير إن شاء الله الجميع بخير أخوكم حمد أبو الحمز جابر عصرات الكرام تاريخ النشر اليوم السبت 30-4-22-29 المضار 1443 لمن خطه تركت لكم أو آفيا كيف أعرف إذا على أيدي الشركة قبل ما يحرقون الخط كم قيمة التعبية أقل تعبية لازم أعبيها مشان يروح هذا الدين طبعا يا جماعة الخير هذا الدين هو ضريبة للدولة كل شهر على الخط من 4.5 إلى 5 ليرات شهريا هذا إذا تحدثت بالمكالمة أو لم أو ما خبرت يعني اتصلت أو ما اتصلت وينضاف عليك دين 4 ليرات ونصف إلى 5 ليرات تمام خلال 5 شهور 6 شهور ما فوفيت هذا الدين رح يحقوا لك الخط أنا مرت معي بهذه التجربة اشتريت خطر وكتريكم خليت شيء 6 شهور ما عبيته اتفاجأت واحتراق صارت الشركات تستغل خبرت على الشركة قالوا لي تفعيله 120 لير رأي يمكن رحت على الشركات اللي حب حارثنا طلبوا 400 و350 باستغلال فحاليا في ديونه ما هيته وشنو بدي أعرف قيمة الدين اللي موجود عليها من شركة ترك تليكم اقزوا معي يا جماعة الخير نفتح السجل نكتب بالسجل نجمة 23 مربع نكمل معكم كتبنا نجمة 23 مربع نعطيه اتصال بعد ما عطينا اتصال طبعا نخلي باللغة التركية أفضل بعدين نعطيه 9 ارسال بعدين 1 ارسال يبين حاليا معنا الدين شوفوا الدين اللي علياني ثلاث ليرات فاصلة مية وخمس مية وخمسة أنا قبل شهر قابل شهر قابيت بي 50 لير كان علي دين يمكن شيء خمسة عشر ليرة راحوا فبعدين ما انتبهت على حالي وانتهت الباقة فاستهلكت استهلكت من ترنيت واتصالات ورسال فلذلك ايضا انتبهوا اي نصيحة انه يا اخي انتهت الباقة وعند قيمة مصاري بارات مشان ما تستهلكهم حاول انك تجدد الباقة مباشرة حبيت افيدكم بهذا الفيديو جزاكم الله خير بارك الله فيكم اتمنى اي شخص يشيك اذا علي دين اصحاب شركة التروك تليكم اللي عندو خط تريكم اشيك وشوف اشيك على اي دين واكتمنى بالتعليقات جزاكم الله خير وبرك الله فيكم اخوكم حمد وحمز براحة الله الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته